فصل جديد من تبادل الاتهامات يشعل من جديد الصراع الروسي مع الغرب على خلفية قرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا فموسكو لم تتأخر في التنديد والتلويح بإمكانية التصعيد على خلفية هذا القرار نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي ريابكوف لم يستبعد أن تنشر بلاده صواريخ تحمل رؤوسا نووية في المقابل قال وزير الدفاع الألماني إن هذا القرار يعد بمثابة رد على نشر أنظمة الصواريخ إسكندر الروسية في مقاطعة كالينجراد قرار واشنطن نشر صواريخ توما هوك في ألمانيا تبرره بأنه رد على نشر الروسية لصواريخ إسكندر بمقاطعة كالينجراد فبماذا تتميز صواريخ كل طرف يعد توما هوك أحد أقوى الصواريخ الأمريكية أقدمها حيث دخل الخدمة سنة 1984 1984 وأدخلت عليه تحديثات كثيرة مشاهدين منذ ذلك الحين أما استخدام صاروخ إسكندر الروسي فبدأ سنة 2006 يتفوق توما هوك بشكل كبير على الصاروخ الروسي حيث يصل مداه إلى 2500 كيلو متر بينما يصل مدى صاروخ إسكندر إلى 500 كيلو متر فقط وهو لا يصنف بطبيعة الحال ضمن الصواريخ بعيدة المدى كلا الصاروخين مشاهدين يعملان بالوقود الصلب غير أن توما هوك يتمتع بمحرك دفع مروحي نفاثة بينما يتوفر صاروخ إسكندر على محرك وقود عادي أما من ناحية السرعة فيتفوق صاروخ إسكندر كما نشاهد على توما هوك حيث تبلغ سرعته 1050 كيلو متر في الساعة بينما تصل أقصى سرعة لصاروخ توما هوك حوالي 885 كيلو متر في الساعة على مستوى حجم المتفجرات مشاهدين فإن الأفضلية لمن تعود أيضا لصاروخ إسكندر القادر على حمل متفجرات يصل وزنها ل700 كيلو جرام بينما يستطيع صاروخ توما هوك حمل متفجرات يصل وزنها إلى 450 كيلو جرام إذن مشاهدين وفق هذه المعطيات تستعد روسيا لحرب نووية لكن قد لا يكون هذا الاستعداد عبر استخدام صاروخ استراتيجي ودون استهداف أوكرانيا ولا الناتو فالتهديد الروسي قد يأتي من أين من الفضاء؟